السؤال ده سؤال عريض شوية بس لازم اسألهه حتى وانا عارف ان انت ممكن ما يكون شوائته بس هسأله كالوس كيروش تجربة نكحة مع منتخب مصر حيث انه مكسب لمنتخب مصر حيث ان احنا كسبانين من كالوس كيروش اكيد هو كسب انه هو بيدرى منتخب مصر ده ده مكسب اكيد كبير ليه بس هو اضافة فعلا لمنتخب مصر لا هو المكسب ليه نحن مش ليه هو كالوس كيروش مدارب عالمي وولد كلاس يعني انت بتكلم على هو واحد من المداربين العالميين الكبار المعدودين في العالم لما انت بتكلم على جوارديولا بتكلم على مورينيو بتكلم على اين كان بتكلم على مين على أرسن فينجر بتكلمه على كارلس كيروش فمن حصنا حظنا أن كارلس كيروش موجود في مصر لأن كارلس كيروش كمان في ميزة هو مش كوتش مش مدرب هو مش كوتش هو مانجر ففي فرق أعتقد كنا تكلمنا على بعض أعتقد أبلي كنا في فرق ما بين المانجر وفي فرق ما بين الكوتش هكتر كوبر كوتش يعني أنا بكلمه على المدربين والكبار كابتو جاهري مانجر كابتو حسن شحاتها كوتش المانجر ده اللي هو بيدير منظومة يعني بيدير منظومة كرة القدم بالنسبة لمسوزي يعمل أجيال جديدة ويطور في اللعيبة وفي نفس الوقت يطور وبرده بينافس ويخلق أجيال جديدة ويعمل قاعدة من اللعبين وقاعدة اللعبين دي يتغذي بيها كارلس كيروش كان من أنجح التجارب اللي مر بيها إيران مثلا حساب نسال عالثمان سنين في إيران وصل معهم كسعالم حقا نتيج كويسة عمل قاعدة كبيرة جدا من اللعبين في إيران كان ليه تدخلات كمان في إدارة المسابقة كان فيه تدخلات في البنية التحتية بالنسبة للملاعب فده بيخدم على شغله هو يعني عشان كده إن شاء الله نوصل كسعالم عشان يبقى دافع كبير جدا للسمرار كان لسكروش في مصر مش بس مع منتخب مصر في مصر لإنه إحنا في الأندية في المتخبات بندفع فلوس كتير جدا للمداربين وبعد كده في الآخر بنخليه كوتش إحنا لازم نستفيد من كل قدراته وكل إمكانياته لإنه إنت بتدفع مرتبات كبيرة يعني ما فيش حد فيه اللهم إلا إمكان بعض دول الخليج أو بعض أندية الخليج بتدفع المرتبات دي إنت بتدفع مرتب كبير جدا على سبيل المثال لفيريرا في الزمالك ولمسيماني في الأهلي وكارلس كيروش اللي هو في بعض الناس بتكلم على المرتبات هو مرتب بتاعه عادي جدا زي جدا مدارب الأهلي والزمالك على فكرة صحيح كيروش يعني صحيح فاهمني هو أعتقد هو مستمتع بالشغل في مصر هو عنده تشالنج معين وعايز أنه هو يعمل حاجة معينة للكرة المصرية بشكل عام إنما لما تجي تتكلم على الفئة بتاعة كيروش في المرتبات لا مرتب دا ولا حاجة بالنسبة للمرتبات العالمية عارف كابتن نادر أنا بحس أنه أنه كمان هو مش جاي لك زي ما حالك قلت مش هول الكلاس وأنا جاي أنا أصلا مدرب كبير وأنا اسمي كبير لك دا جاي تحسوا أكينه بيبدأ تدريب وعنده هدف وعنده حاجة عايزة بسألها ومتحمس بزبت لأ جاي برضو يقول أنا جامد خلاص يا جماعة مش هلجأ أسبت حاجة بالزبت لأ بالعكس ده أنا بأكد على كلامك كأنه هو رغم كل اللي أنت قلت وده هو كله صحيح هو برضو مش جاي عشان يقول أنا كده كده جامد فانتوا يعني استفيدوا مني وانتوا مبسطوا لأ دا جاي عايز يسبت حاجة عايز هو عنده تشالنج جديد هو إيلي خليه سيب كولومبيا ويجي ممكن يطلع من كولومبيا من متخب كبير جدا مصنف عالميا يطلع من متخب تاني صحيح مش هقولك في أوروبا ممكن متخب برضو في أمريكا التانية عادي يعني وفي نفس الوقت كمان مع ظنش كارلش كوروش جاي هنا عشان ياخد مرتب يعني صح مش هبقى تقولك جملة بتاعت ايه دجايخ ومنها فلوس وخلاص عشان ايه اضرب كذا في كذا لا هو على فكرة المرتب ده ولا حاجة بالنسبة ومرتب ده يكاد يكون زي مرتبات مداربين بس الاحترام ما ينفعش نتكلم في الأرقام زي مدرب الأهلي وزي مالك بل بمكن يكون في بعض الأقات أقل عادي جدا فنقطة كلها احنا انا شايف الحقيقة احنا من حصن حظنا ان احنا معانا مدرب كبير او كوتش مانجر كبير زي كارلوس كوروش ما قدرش اقولي انه مش صاحب قرار وما قدرش اقولي ان احنا لا قدر الله ما نوصلش بس حتى لا قدر الله ما صناش كاس عالم لازم يكمل مع مصر غاية بطولة أفريقيا اللي جاية لان هو مش بس هيوصل بطولة أفريقيا اللي جاية وممكن ناخد بطولة أفريقيا لا هيعمل أجيال جديدة من اللاعبين اللي ممكن تفرق كتير عشان كده بقولك كابتر جوار الله رحمه كان دايما بيخلق ثلاث أجيال لمتخب مصر وجيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل كابتر حسن راجل رائع جدا وعمل نتاية كبيرة جدا جدا لمتخب مصر بس كان بيخد اللاعب الأجهز هو ماليش دعا بان هو تجيز أجيال وهكذا